طيب تعالوا مع حضراتكم لأول محور ويمكن عايزة أتكلم فيه عن بطولة العرب أو بطولة كاس العرب طبعا برعاية الفيفا في قطر 2021 البطولة على المستوى العام بطولة قوية جدا على مستوى التنظيم على مستوى الصورة على مستوى الإخراغ على المستوى كمان الفني للعبين أو الفرق المتواجدة في هذه البطولة أظن إحنا شفنا صورة رائعة وصورة مصغرة لكاس العالم اللي هيقام إن شاء الله في نهاية هذا العام في قطر هنتكلم على المنتخب المصري بشكل خاص جدا ويمكن وإنا حتى داخل لسه على الهوى الناس ساعات لغاية دلوقتي مش فهمة هو كروش كويس كروش وحش الستراتيجي بتاعته بيشتغل إزاي بعض الناس أو كثير من الناس بيتكلموا أنه راجل لا مدرب كويس فيه رائع والخطوات اللي بيقدمها مع المنتخب المصري خطوات جيدة جدا على الجانب الآخر بعض الناس مش فهمة يعني إحنا منتخبنا القومي أو منتخبنا بيقدر روح عالية جدا بيقدم مباراة قوية على المستوى البدني على المستوى الروح على المستوى الإرادة لكن بعضهم شايف على المستوى الفني على المستوى التكتيكي لسه المنتخب المصري خاصة في الجزء الأخير مش هو ده منتخب مصري خليني أمكن أنا ليا رأيي يعني أحب أنقلوا لحضراتكم من خلال رؤية كروش أو كروش شغال بأنهي استراتيجي أنا في اعتقادي الشخصي أن بيقوم بدور يمكن إحنا مش متعاودين عليه في مصر عندنا دايما في مصر آه منتخب مصر معروف تسأل أي حد في الشارع آه لازم منتخب مصر يكون فيه أحسن النجوم أفضل العناصر ده شيء مهم جدا لكن الراجل بيشتغل بشكل مختلف شوية بشكل يمكن مش واغدين عليه في مصر إيه هو الشكل ده؟ أن الراجل اعتقاد الشخصي هو عنده العناصر الأساسية للقوم الأساسي لمنتخب مصر لكن هو بيتكلم في جزئية مهمة جدا البديل العناصر الأخرى منتخب مصر منتخب كبير جدا مش منتخب يكون قوامه الأساسي 22-23 لعب لا منتخب مصر لازم يكون قوامه الأساسي 35-40 لعب طيب القوام الأساسي دوت هنجيبه ازاي؟ عندنا آه 20 لعب على مستوى عالي جدا لكن الباقي هنجيبه ازاي؟ أعتقد كروش من خلال كاس العرب هو بيقوم بالمهمة داي مش هقولك اكتشاف النجوم أو بيقولك صناعة جيل لا هو من صناعة جيل هو الراجل بيشتغل بستراتيجي أنه هو عايز يكون في بدائل كتيرة ومراكز كتيرة منتخب مصر باسمه الكبير لازم يكون عندك بدائل في كل مركز والبدائل ديت مش لازم يكون لعيب واحد لا لازم يكون لعيب واثنين وثلاثة على سبيل المثال بنتكلم مثلا على السردباد أحمد ياسين أحمد ياسين قدم لغاية دلوقتي بطولة لبأس بيها لعيب كويس على المستوى الدولي هيبقى ليه شأن كبير جدا فده ده مكسب ده فكر كروش طب هشوف أحمد ياسين فين هشوفه فيه الدور المصري هيتقلق في الدور المصري طيب الدور المصري مختلف تماما عن المسابقات الدولية أو المحافل الدولية أو الضغوط الدولية لمنتخب مصر فأحسن فرصة يشوف فيها مين أحمد ياسين كاس العرب بطولة قوية جدا بطولة لها جوائز بطولة بيشوفها جماهير منقولة على التلفزيون بطولة قوية يقدر يشوف فيها عنص من العناصر اللي تديله على المستوى الدولي وقيس على كده عندنا عمر كمال عبد الواحد أحمد رفعت أحمد رفعت من السنة اللي قبل اللي فاتت متقلق في الدوري المصري طب هل التقلق في الدوري المصري كافي اللي يكون عنده شخصية اللعيب الدولي أنا من خلال خبراتي من خلال يمكن مشواري حتى كلعيب وكمدرب في بعض اللعبين في الدوري المصري على مستوى فني عالي جدا ولكن على المستوى الدولي على مستوى الضغوط بمنتخب مصر بتحس إن فنيلة منتخب مصر تقيلة شوية علي طب كروش كان عايز يحل القصة دا إنه هو يدي فرص كتير لعناصر ممكن ما كناش نسمع إنه ممكن يخش المنتخب المصري ونتكلم على حسين فيصل مثلا لعيب كويس جدا جدا على المستوى المهاري في الدوري المصري نتكلم على المستوى كمان الدولي أثبت إنه هو عنده خامة دولية فده كمان عنصر كيس بو كروش نتكلم على أحمد ياسين لعيب كويس في الدوري المصري لكن مش حقايمه في الدوري المصري بشكل عام لكن من خلال كاس العرب ظهر خامة دولية كويسة مكسب لمنتخب مصر نتكلم على أحمد رفعت أحمد رفعت متقلق مع المصري ومتقلق مع نادي في كمان يدي فيوت شفاء على المستوى الدولي. هل أحمد رفعد قادر أن يلعب على المستوى الدولي؟ ده ظهر من خلال المبارياتين أو الثلاثة المباريات اللي لعبهم أحمد رفعد أنه عنده إمكانيات على المستوى الدولي. ده مكسب لمنتخب مصر ومكسب لكروش. نتكلم كمان على بعض الانتقادات شوية على مروان حمدي لكن هو عايز يشوف الراجل ده إمكانياته على مستوى الدولي. فلازم يقف على إمكانياته من خلال بطولة دولية. فعايز أقول لحضراتكم المنتخب مصر في رحلته لكاس العرب عنده أهداف مختلفة شوية عن أهداف السوشيال ميديا. عن أهداف الجماهير العادية. آه هدفنا نشوف المنتخب المصري كل مباراة على الأعلى مستوى. كل مباراة بيكسب بشكل كويس. إن احنا نكسب البطولة كل دهية مكاسب أعتقد بتكون مكاسب جانبية شوية بالنسبة لرؤية كروش. كروش ما يهمه وأعتقد ما يهمنا كمان في مصر هي بطولة كاس الأمم الأفريقية إن شاء الله. والأهم كمان بطولة أو الوصول لكاس العالم. فكل اللي بيعملوا كروش من خلال اللي بيعملوا من خلال بعض التغييرات بوزشن اللعيبة التشكيل مختلف من مباراة عن التانية. ده أهداف هو عايز يشوف هدف معين. عايز يوصل لقوة المنتخب مصر. عناصر مميزة جدا تكون البدائل على المشوار الطويل اللي جاينا. عندنا مشوار في أمم أفريقية. عندنا مشوار قوي جدا مع أحد الفرق القوية على الوصول لكاس العالم. فاعتقد الشخصي إن كروش بيشتغل شغل اللي احنا مش متعودين لسه عليه في مصر شوية. واعتقد الشخصي إنه بيعمل شغل أكتر من رائع مع المنتخب المصري.